أكو شروط لإقامة انتخابات مبكرة اللي هي من ضمنها المفروض المجلس النواب يحل شون فرحانين بهذا الموضوع يعني حلوا نفسهم اليوم شون اللي يظننهم انه هم راح يفوزون هم دستوريين المفروض يحلوا قبل شهرين دستوريين المفروض يحلوا قبل شهرين نعم حسب القانون حسب القانون يحلوا قبل شهرين لا يمكن إقامة انتخابات مع وجود وقبل ليحلوا لازم يقرون قانون الانتخابات لحد لأنهم جدل واسع وجدل كل شي قوي بينها تم قسمين ما حل يريد يقرق قانون انتخابات من مصلحة هذا الشعب الأكراد يريدونه بجهة الأحزاب تريد بجهة المواطن نفسه تريد بجهة طيب أنا عندي سؤال يعني هس أنت إذا مسيطر وتقول أنا وفرت للشعب وأني الشعب يحبني ويريدني وأريد أرشح نفسي من جديد طيب ليش ما تسويها فردية تعددية مناطقية ورشح وحدك وخالي إذا أريدك الشعب خليها والله هيا كلها نركض وردك ليش لا؟ أنت ليش مواثق بنفسك؟ إذا أنت مواثق بنفسك تريد الشعب تغصبه ورد الثاني إلى متى يعني؟ هي هاي فرصة أخيرة يعني أنت اليوم الشارع من طلع التظاهرات من طلعات قل لهم أنا ما أريد اليوم أريد أسقط طيني خدماتي أريد خدماتي أريد أرجعني أشتغل رجعني مصانعي لا توظفني مو ألك بس وظيفة بس وظيفة بس وظيفة كل حزب أو كل شخصية عنده كذا درجة وظيفية لازم هو يبيعها أو يعينها أو كذا من قصة معروفة زين هنسان هذا الشخص اللي جاي من طرف فلان ومن طرف حزب معين هذا شرح يقدم بالوظيفة؟ هو جاي أصلا بواسطة ألف رحمة على والدية هنأت أن يشتغل ما الانتاجات اللي رح يقدمه؟ ستنور المواطن هو منه اللي طلعه؟ منهم اللي طلعه؟ مو ولدنا مو أخوتنا مو أهلنا مو من مجموع العراق كله طلعه؟ طلعه واش راده؟ راد عم يوفر لي فرصة عمل ووفر لي فرصة عمل ووفر لي خدمات يعني خدمات صفر فرص عمل ماكو حياة ماكو أمن ماكو استقرار ماكو زواج ماكو الدنيا محترقة يعني ما ظلت حياة وهو باقي أنا قائدك وملاحظة طيب ليش تتفشر لعدو تحجي وتسب وتغلط إذا بس انتو بس شنو فرقك عن السابق؟ شنو اللي قدمت عن السابق؟ شنو اللي قدمت لي؟ شنو اللي قدمت لي؟ يطلع لي شخص يصيح الشارع انترى السيارات أو النسوان قامت تشتري ذهر شنو الشارع صار عبارة عن تاجر وموظف لا أكثر وين العمل به؟ تاجر كاتل الطالب والمطلوب والموظف كاتل الأقصاط والاستقطاع أول عشر تيام يخلص راتبه وبعدين وكلها سلف وما سلف الشارع منتهي ستنور منتهي انتهاء يعني بس عند الله خبر يريد يتنفس أنا طلعت اليوم أريد من عندك يا رجال يا عيني قدم لي خدمات أريد أشتغل نهيتني طلعت ضربتني شا سوي لك؟ انت فرضت علي أن تضربني شا سوي لك؟ زين انت العراقي باقي اليوم سياسة ليجي يحكم العراق مستحيل أحد يقدر يحكم العراق في فكر واحد بعد هذا الانفتاح اللي صار هو ليس مو عراق هو واصل ليس مو عراق هو عراق لكثرة عروق البشر وكثرة عروق الشجر شجر خلصوها بقت البشر يقطعها ويقسموها يا أخوان ما عدنا اعتراض أنت كأن من يكون نحن عدنا اعتراض على سلوك القيادة مادتك أنت اليوم ناوي تبقى بس أنت وانت تقول أنا الوحيد اللي أفتهم واللي إحنا من كذا مليون نسبة وصلنا يقال حنطوخ الأربعين بس أنت تفتهم هذا الشعب كوشي ما بي ما بي ما بي حد يقول بس أنت طيب أوكي أنت القائد الأوحد وتريد تأخذ المسيرة القديمة اللي أنت كنت تحكي عليها ترجمة نانسي قنقر